من المفلسون؟ قالوا المفلسون ثلاثة كلب الصيد يلهث ويذهب صيده لغيره البخيل يجمع المال ويذهب ماله لغيره المغتاب يغتاب الناس وتذهب حسناته لغيره أربع قواعد اجعلها أساس حياتك لا تتغير لإرضاء الناس لا تتلون لنيل إعجابهم لا تتبدل بسبب فشل ولا تتكبر بسبب نجاح أجمل الأرزاق ليس رزق المال بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر ودعوة أم وعطف أب ووجود أخ وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب في الله صاحب الصالحين فإنهم إذا غبت عنهم فقدوك وإذا غفلت نبهوك وإذا دعوا لأنفسهم لم ينسوك هم كالنجوم إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك وغدا تحت العرش وغدا تحت العرش ينتظروك ألا يكفيك أنهم في الله يحبك السمكة التي لا تبقي فمها مغلقا لن يصيدها أحدا فأغلق فمك لأن الكثير يتمنى أن يتصيد أخطأك وكنك المطر أينما يقع ينفع ولا تقول إن الدنيا تعطيك ظهرها فربما أنت الذي تجنس بالعكس أجمل حكمة من تلك التي روها ابن الجوز رحمه الله مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها ولذة المعاصي تذهب ويبقى عقبها وقال رجل صاحبه وهو يتأمن في القصور أين نحن حين قسمت هذه الأموال فأخذه صاحبه للمستشفى وقال له وأين نحن حين قسمت هذه الأمراض إذن فاحمد الله على كل حال وفي كل وقت الحمد لله على نعمه وفضله إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تهزن فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه لا تنتظر السعادة حتى تبتسم ولكن ابتسم حتى تكون سعيدة لماذا تطيل التفكير والله هو اليتدبير ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم لذلك اطمئن فأنت في عين الله الحفيظ وقل بقلبك قبل لسانك فوضت أمري إلى الله لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخن الجنة أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر فأعمل ولا تستصغر دمتم في طاعة الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة